انا وعدتكم الحلقة السابقة انه راح اقول للكم راح اقول للكم القصة حقيقتها لضربة عدي واللي ذكر ليه الاخ اللي الشاهد الوحيد على القضية انا المفروض اليوم استعرض لكم اللي ذكره ابو وسام بهذا الموضوع بالقصة مالته بس ما راح على حق لان اليوم صار هواي متغيرات لان استاذ كريم بدر الصبح صار عنده وفاة اخته الله يرحمه فشان على اساس انه يتأجل اللقاء بعدين رجع اللقاء وصار التحضير قبل الحلقة بنص ساعة يشهد الله قبل نص ساعة من الحلقة احنا دارتب انا الصورة والصوت والمعرف شين هذا اللي شفتوه ودشوفوني انا هم دا يتكلمون واني دا عدل بالصورة انا عدل بالصوت هم يتكلمون وهذا اللي قدر تقدم من الحلقة كمعلومات للناس فشان المفروض استقطع المقطع اللي ذكر بي ابو وسام اللي قال جملة مهمة وتقدرون تروحون الحلقة موجودة انا سويت لكم حلقات ابو وسام اه بمكان واحد اللي يريد يدخل من الواحد الى ثمانية ثمان حلقات وبعد اكتل ثلاث حلقات او اربعة راح ينضافن عليهم تروحون الى الحلقة اللي بيها ضربة عدي من خلال كلامه ذكر قال واكوا واحد اه من ذول اللي بيعون الشباب اللي بيعون اهل البسطيات اه انحبس بالمخابرات ظل سبعة شهور اثمانة شهور خطية ما الى ذنب بقوا حتى الذوء وبعدين اطلقوا صراحة لان ما عنده شيء ذكره ابو وسام بال اه القصة اللي ذكرها اه حول ضربة عدي الحدث اللي صار اني اتكلمت قصة والقصة اه اعتقد سامعيها ما التي مع العدي صح اللي سامعها حقا يكتبه رقم واحد والمسامع حقا يكتب لي رقم اثنين شباب علموا اذا هاي اصوها مختصرة اoso اه اطب بالشهادة مالت الولد التي ذكر ليها اذا سامعيها كتبه رقم واحد اذا لا سامعها كتبه لي رقم اثنين أشرف يقول لا أمير يقول واحد سامح يلا داقرة شباب واحد 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 اثنين اثنين واحد واحد اثنين 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 يلا شباب أسرع أجوبة باتكم أسرع بدون زحمة عليكم اثنين اثنين واحد اثنين اثنين واحد اثنين 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 واحد اثنين واحد واحد اثنين واحد اثنين واحد يعني من قسمين بين ناس سامعة ناس بسامعة فإذا نقول 50% رح أسويها على السريع للقصة ليلة 12-12-1996 هي ضربة محاولة اغتيال إلى القذر ابن القذر عدي صدام حسين أنا ظهرت في برنامجي من أول أيام من بديت أبث قبل سنتين تقريبا ذكرت المعلومة أنه اللي ضرب عدي أبو وفق أي معطيات أنا قلتها قلت أنه عدي القذر كان مسوي دولة داخل دولة عند تلفزيون الشباب مالتي عند لجنة أولمبية عند حساباتها الخاصة عند تجارتها الخاصة عند الحمايات مالتي والموجودين كلهم الخدم مالتي والقرون مالتي مسوي إلى دولة داخل دولة عدي صدام حسين قبل ما ينظروا بهذه الليلة قبلها في سنة تقريب أقل من سنة راح ضرب عمه واطمان رماط القاتب رجلية وصنقت لرجلية وقتل يعني تقريب سبع وعشرين واحد انصاب بهذه الحفلة اللي رمى بيها عمه صار حدث عائلي بيناتهم وراء ضربة عمه قبل عمه ما يضربه كان مسوي مشكلة ويحسين كامل وصدام كامل وهربوا خارج العراق وذكرتها القذر رغد قالت أنه سبب هروبنا هو عدي عدي كان لو باقي حسين كان ذبحها كتلة ما عرفش إنه الحد شي للفاظ مالتهم فحدث ضربة حسين كامل ورجوعهم وقتلهم مشاركة عدي بيها وقصاي بس ما رموهم ما كانوا لي وراه على ما ذكره أبو وسام ضربة وطبان وحدث أكبر صار وراهن قبل الضربة ما تب كم يوم وذكره ذكره أكده مو ذكره أكده المخرج أثير فؤاد اللي كان مونتير في وقته في تلفزيون الشباب إنه عدي صدام حسين إجي قبل ضربته بيومين ثلاثة إلى تلفزيون الشباب ودخل رادي يسوي بيان رقم واحد إنه هو يدعو إلى إسقاط نظام أبو يسوي انقلاب على أبو هذا الحدث أنا عرفه من ذكرته أكده المخرج أثير فؤاد وكل اللي بتلفزيون الشباب اللي عمله وبذيك اللي يعرفون إنه عدي إجي ساعة بثمانية مساء سكران لابس دجداشة وإجي قالهم حضروا لي البث المباشر وردع لهم بيان رقم واحد فأخروا إلى أن تصلوا بأبو دزل قصي وعبد الحمود هاي شهود عيان ومن ضمنهم أثير فؤاد قالوا إجي قصي دفر دفر العدي على بطنه ووقع على الحائط وشالوا أخذوه بسيارة وطلعوا وراء هذا الحدث ما رادي يسوي الانقلاب بيوم يومين أبو حرك سيارات عدي وكل العراقي أهل بغداد بالذات يعرفون أنه هاي القصة اللي أبو كان عنده 3000 سيارة عدي حرق له اللي كانن موجودات بالباركينج بالمال اللجنة الأولمبية واللي بالفروسية حرقهن أبو سيارات فإذن الحدث شبير بين الأب والإبن ليلة الضربة أنا كان عندي حفلة هذا القذر طبعا كواجب لأنكو هاي بعثيين ترى مو ذوق عدي يسمع نزار هو صوت صوت نزار أنا على أبوك لا أبو عدي أنا على أبوكم إذا أنتو تسمعوني في ذلك الوقت أنا تارك الفن يعني بس أنتو مو مستوية لا عدي مستوية ولا أنتو مستوية أنتو عبارة عن ناس غجر هوياتكم سووكم عراقيين كيولية ذوقكم مثل ذوق صدام حسين وعلي حسن المجيد وعدي وقصر كلكم كيولية روحوا هاي حفلات فيديوهاتكم موجودة شوفوا قصيم يشد اليشماغ العربي بخصر الكيولية وشوفوا عدي بحفلة محمود أنوار ويا من قاعد ويا كيولية وشوفوا صدام وحفلت على هاي عمشة اللي نزلت المقطع مالتها أنا هم ويا الكيولية وروحوا وشوفوا علي حسن المجيد وحفلاته ويا الكيولية وأنتو جمهورهم كلكم كيولية أنا بالنسبة لي تتغني لأرقى عوائل العراق أرقى عوائل العراق وأرقى يعني مستوى ثقافي بالبلد كل حفلات تخرج الجامعات أنا اشتغني بيها فأني مو تكبر بس أنا دا أقولكم أنا هذا مستوى الناس اللي كانت تسمعني فأه مو مستوى عدي لا أنتو مو مستوى أنتو عديكم وصدامكم مو مستوى الحمد لله والشكر مو تفاخر ولا أنا حاب بالفن بس أنا دا أتكلم تاريخ فهالليلة اللي أنا لازم أغني بيها يوم هذا القذر عدي يوم 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 12 12 1996 أنا كانت واقف بالبالكون أنا والفرقة مالتي مجموعنا ستة تقريبا وجماعة المكتب مرئيات اللي يتابع التلفزيون الشباب هم كانوا أربعة خمسة فواقفين كلتنا بالبالكون يعني الخميس المنصور المنصور تصير كل أهل بغداد تجي تفتر مو كل العوائل العراقية بها المنطقة فواقفين إحنا على البالكون انتبهنا أنه الشارع اللي داخل من يم الزوراء على معرض بغداد وده يدخل على المنصور اللي هو يفوت مو باب مكتبي ولا سيارة بي وساعة بيه ساعة بثمانية إلا شوية يوم خميس فهاي من المستحيلات إلا أكو حدث صار فمديت راسي وبواعت على جهة اليسار اللي هي الزوراء صار علي ساري انتبهت أنه عدي ويا علي الساهر قاعد بصفة بسيارة بورش واقفين يعني مو واقفين مخففين بنص الشارع والشارع بالمكان اللي كانوا يمشون به ما يمشون سايدين به سيارة وحدة ومخفف عدي وعلي الساهر مطبوا براسه بحضن عدي دي يتكلم من الجامل يعني القزاز اللي من جهة عدي الشباك ما سيارة دي يتكلم ويا بنات دي يتحارشون به ثلاثة دي يمشن بالجزرة الوسطية هذا الحدث أحلب بالله العظيم بكل مقدساتي هذا صار أمام عيني أنا شفته فتحارشوا بالبنات البنات عبرا عن الجهة جهة معرف بغداد وعدي كان وراء ازدحام واصل عابر الزوراء لأن احنا نشوف الضوايات فأني قلت الأصدقائي قلت لهم بله هذا ابن رئيس دولة قاعد يتحارش ببنات بنص الشارع فهي هنا البعثيين كلهم اللطمهم بمئة عال لأن هم مشوا وكذبة أنه صدام حسين سوى معركة وغزى لكويت وحاربهم لأنقال العراقية بعشر دنانير هذا ابن القذر قدام الناس وبالشارع وأتمنى كل شريف عراقي شاف هذا الحدث بعينه من محلعة نادي الكرخ وكان موجود يخابرنا ويقول أنا شفت هذا الحدث بعيني إذا أكو شريف أنا أياست من هذا الموضوع صراحة لأنه ظاهر الشرف وصار عملة نادرة في بلدي فصجم البنات ودخل على المنصور هو كالعادة كل خميس يدخل يجي للمنصور كل خميس ساعة بثمانية مساء يجي يفتر بالمنصور وفرته ثابته المهم الحدث الأكبر انضرب عديا من رواد أنا ما شفت بعيني انضرب عدي ما أبعيني ما شفت اللي صار عندي أنه أنا لازم بثمانية ثمانية ونص أروح إلى استوديو الرواد أخذ الأورقنات الأورقنات أصحاب استوديو الرواد موجودين عباس غيلان أبو دريد الله يرحمه سعد بعد إلى دار حق يعني إلى رب الله يرحمه فموجودين ودي يسمعوني وأستاذ عباس غيلان يتابعني تحياتي إلي فشنا نأجر الأورقنات مالتهم نأخذها حفلاتنا هم يخلصون الاستوديو ساعة بثمانية وراء الثمانية نحن نأخذ لنطلع بهن حفلات لأن عازف الأورق اللي عندي عصام حكمة تحياتي إليه ويسمع أنه موجود هو في وقته ما كان يملك أموال ما عنده أورقنات فشنا نأجر الهيار فطلعنا من المكتب إحنا من طلعنا من المكتب ما ببالنا أنه عدي نضرب ما شايف هذا استوديو استوديو الرواد يمكن خلال ساعتين يالله ووصلهم فإحنا خطتنا كل خميس ندخل من يم كلية التراث الشارع اللي يدخل على القيادة القوة الجوية من يم مش طيط نعبر على داخل حي دراغ ومن داخل حي دراغ ندخل بالفروع إلى أن نوصل قريب على شارع اللي يروح على تمثال أبو جعفر نوقف السيارة ونعبر الشارع نجيب الأورقنات من الطابق الثاني مع الاستوديو الرواد وننزل إلى سياراتنا ونرجح هذا خطنا لكل خميس فرحنا اعتيادي وصلنا إلى هذا المكان اللي نطبق به سيارة كل مرة ما لقيت ولا سيارة بالشارع الشارع ماك فارغ المحلات معزلة كلها قافلة فعجيبة ساعة بثمانية خميس منصور كلها معزلة هنانا إحنا ما نعرف شن الموضوع تفاجئنا بس إحنا عدنا حفلة يوم هذا القذر عدي يقدر نقول لا وما يقدر نوقف نتعاقب فركضوا إحنا وقفوا تجوا قلتهم للشباب يلا جيبوا الأورقنات وتعالوا كان عصام ومهند تحياتنا لهم صعدوا ليجيبون الأورقنات أنا واقف جوا شارع فارغ ماك ولا بشر هذا الحتي أنا المكان اللي واقف به إذا أمشي خطوات ما يقارب ثمانية خطوة أنا أكون بمكان اللي نضرب بيعدي إذا مو أقل إذا مو أقل يعني حسب ذكرتي لأن أنا واقف يم مرطبات مش مشة وهو نضرب في باب تسجيلات إشبيلية بالضبط يعني خطوات معدودة بيني وبين الضربة مات بس ما كان أكون لا سيارات ولا أحد موجود فأني واقف طلع أبو تسجيلات إشبيلية ثائر الله يرحمه اللي هو ابنه المطرب زين شاسمه شباب هذا المطرب المشهور هس حاليا زين ما عرف شنو زين نور الزين نور الزين اسمه هذا ابنه فقلع ثائر صار بوجه ثائر صديقي الله يرحمه ثائر شنو الموضوع وين الناس وين هذي قال لي اسكت نزار ونضرب عدي مندي يقول لي انضرب عدي يجوي جماعة الفرقة وكفو يمي قلت له شون انضرب عدي هس فات من يم المكتب مالتي يعني دي شوفون الحدث دقائق بيننا وبين الحدث قلت له شنو اللي صار قال اثنيا حاصروا عدي واحد ضربة من يم من الشامل وطبت الطلقات الوصف اللي وصفته بالقصة مالتي وراح الحدث المهم القصة اللي حجيتها انه ورا ما ودوا عدي للمستشفى ضابط الامن مال مستشفى ابن سيناء صديقي وهو نفس ضابط الامن مال نادي الكرخ اللي اني مكتبي به ويوميا اتشاوفانيا واسمح حارث اذا دي شوفني عايش معرب حارث اجا قللي قللي انا جدت الخفر البارحة من جابه وعدي البارحة دي يتكلم قال من اجا عدي مدمة جابوه بسوبر اه دخلنا قلبه وقف تقريبا دقيقتين ثلاثة وبعدين رجع للنبض واججا صدام وقللي صدام شكوا القصة موجودة تقدرون تروحوا لها موجودة بالقناة اه صدام قال هذولا المطاية على الوزراء عزة وطارق عزيز وذولا وطايا سي رمضان قال لذولا المطاية كلهم اضطردوهم تبنون حياطين ومعرفشين يقول بهذا الكلام اجدت ساجدة قصي وبناتهم يجرون بيها وهي اجدت يركض على صدام لزمتها من من سترتل ان هو كان لابس هذا الزي الصاية والاعقال والهذه على اساس هو عربي الكيوالي زيان تقول لزمتها من سترماتها وعاطت علي قلت له انت كتلت اخويا على عدنان خير الله واليوم تريد تكتل ابني انت مجوز من عدنه هذا الكلام اللي نقل يا ضابط الامن فاني طلعت حشيت للناس هاي الحقيقة وذبيت السبب انه اللي ضرب عدي مو ذول الشباب اللي طلعوا من الناصرية لا اللي ضربه ابو انا على وفق اللي انا سمعت من ضابط الامن والابن سينة واللي انا شفتها بعيني الاحداث اللي صارت قدامي واضافة لذلك اكو دليل دليل كبير جدا اللي ذكر لي يا ضابط المخابرات اللي ويا نميم سبعة وهو موجودة سدي تابعنا ذكر لي معلومة مهمة جدا نهم للعراقيين كاثبات قال تعرف ابو لي لو كان اكو اختراق امني بهذا المربع اللي تابع للمخابرات العراقية وصار هيك اختراق وجوي صدق جماعة الناصرية او من ايران ووصلوا لهالمكان وضربوا ابن صدام بهالمكان كان شي صير بينه هالمخابرات الطير الرقابنة قال الدليل انه ولا ضابط مخابرات ولا مدير مخابرات اتعاقب بهذا الحدث وكل العراقين هسا الموجودين على هالدليل ايدني انه لو كان اكو اختراق امني يوصلون لهالمكان وهو مربع مخابرات وصدام ما يعاقب ولا واحد من المخابرات ولا يعدم واحد من المخابرات اذن الموضوع مو اختراق هذا دليل نضاف على الادلة هنا نجي الى قصة ابو سام ابو سام قال انه ايه اكو شيخ عشيرة بالتعتد عليها عدي وهذا شيخ العشيرة قال shark نحن ابنك منطقيا منطقيا ما يقدر شيخ عشيرة بذاك الزمن يقول له صدام حسين هذا الكلام كان من يكون لاحد يقول لي شجاعة وبطولة وماعرف شنو وذوله شيوخ وذوله عشائر صدام حسين كان مسيطرا على البلد ولي فك حلقة مو شيخ عشيرة إذا ابني كتله فالرجل قال الكلمة اللي عنده صار نقاش آني يا أمام الناس هو قال قال آني متأكد من القصة ماتي وأنت دت حاول تقول القصة مالتك قلت له آني متأكد مني اللي آني قلته الناس ضاجت شون دت تتناقشوا يا أبو سامة بهالطريقة أبو سامة بن عم صدام آني بالنسبة لي أبو سامة بن عم صدام أحترم هذا الشي أنه كشاهد آني هم شاهد على مكان معين من القصة فآني قلت له أمام الناس انتظر يجي الشاهد الثالث اللي لا آني ولا أنت أكو شاهد أقوى من يومين عندك ذكر لي قصة هذا الشاهد الله يشهد الولد وهذا راح لفلكم بالله يا الله تكلم القصة اللي قال لي آها قلت له يظهر هذا الشاب وهو يتكلم وذاك الوقت يبين قصتي الصح لو قصتك الصح طبعا هو إضاجة ولا ليش تناقشيك وليش تقول هذا الكلام لا آني من أكون واثق من شي آني عندي عناد بالحق مو بالباطل بالحق آني عندي عناد أعاند أكبر واحد من أكون مقتنع بفكرة مقتنع بشي أعاند بي وما أتنازل على الرأي هسا نيجي إلى شهادة الشخص اللي تكلمها آني راح لفلكم بس أكو أجزاء من القصة عندي مو بذاكرتي مية بالمية لأنني هو وعدني يطلع فلذلك أنا ما ركزت كلش مية بالمية وياه بالقصة بس المعنى العام للقصة واضح المعنى العام سأرح أقول لكم ياه أحلب بالله العظيم أحلب بالله العظيم أحلب بالله العظيم اللي ذكر ليها الولد الشاهد على القصة اللي ذكره أبو اسام بالقصة مالتا اللي قال إنه هو انحبس في المخابرات سبعة إلى ثمانة شغر وعذبوه الولد وما لدخل يشهد الله وأحلب بالله العظيم خابرني إلي وهو الولد موجود بولاية قريبة عليا يعني هو يبعد عني بساعة ولاية اسمها كناركت جنب ولايتي بالضبط هذا الولد يشتغل حاليا يشتغل بمطعم وأهله بالعراق وهو هنا أنا ما عرف ويا عائل تمويا ما عرف ما دخلت بهالتفاصيل الولد حشاري القصة كالآتي اللي أذكره يعني تسعين بالمية اللي أذكره عشرة بالمية اللي هو مضغم عندي اللي هي وين كان بيا مدينة لأن هو تكلم لي قال أنا قصتي كالآتي قال أنا أبويا شارك بالواحد وتسعين بالانتفاضة إحنا جننا ما أذكر وحدة من المدن العراقية بالجنوب أو الفرات الأوسط نار بابل كربلة نجف وحدة من عدهن هو قال لي إحنا جننا هناك ساكنين وأبوه عدم عدموه فقال حياتنا تدمرت أنا الولد الوحيد وعدي خوات ماذا ثلاثة أو أربعة هاي هم ما أذكر بالضبط وأمي حاربونا برزقنا بحياتنا بدراستنا فيقول هربنا من مدينتنا إجينا سكننا في بغداد في منطقة أبو تشير أنا اللي مفبوط راح أقوله المية بالمية اللي ما أذكره راح أقولكم عني ما أذكره قال إجينا سكننا في أبو تشير هذا الحجي بعد الواحد تسعين يعني ثلاثة وتسعين ثلاثة وتسعين ما أم متأكد أنا شوكت يا سنة انتقلوا من مدينتهم إلى بغداد إلى منطقة أبو تشير يقول هنا أنا بدت حياتنا إحنا مأجرين أو ما ما التفاصيل أنه يقول أنا عفت الدراسة ما التي اضطريت أشتغل اضطريت أشتغل فيقول مني اشتغلت ظل يعني منا منا أكو بسطيات بالكرادة داخل يقول أكو محل حتى ذكر لي اسمه بس ما أذكر اسم المحل يقول هذا أبو المحل سمح لي أنه أنا أفتح بالباب مالته بسطية يقول قمت أبيع شغلات ما أذكر شنية شغلات بسيطة يعني موذي الأسعار يقول أنه على قد أجيب العلاقة الأهلية أكلهم وشربهم ونتفع إيجارنا حتى حتشالي وضع البيت قال كان ما ملبوخ وما عرف شنو بيبان ما بي البيت اللي مأجري فتشي كل شي رخيص على مدلين كل شي ما بي خدمات ما بي أي شي البيت فقال وراء فترة أبو المحل شون مثل وثق بي وشافني أمين وملتزم وصار عندي علاقة بي فقال لي الذكر الله لا يكذبني اسمه حيدر الولد الله لا يكذبني والله أنا داحشي لكم لأن يعني صار فترة طويلة يعني تقريب بس ستة شور سبعة شور منتكلمت وياه فالولد قال أبو المحل قال لي أنا أرد ساعدك فأني رح شاركك بالفلوس افتح بسطية أكبر ومو هنا أنا افتحها بالمنصور وأني رح أدعمك بالفلوس ونشارك آنوياك بالبيع والشراء يقول الله شاهد هذا الرجل الوقفه مالت كلش فادتني يعني صدق فتحت بسطية يعني باب مرتبات الرواد بالباب بالضبط وبالفعل احنا جدنا كل ما نروح للمنصور من نيجي من يم الإشارة من يم الرواد أبو المرتبات أول بسطية واحد حار جينزات وتيشيرتات أكو واحد ما تذكر شكرا ما أعرف لأن هوسة هي المنصور هوسة بس أول بسطية لأن وراي مباشرة يجي قاعدين أطفال يصبون أحذية للناس مباشرة بصفة فقال أنا هاي البسطية مالتي قبال الرواد قلت لها أذكرها أذكر أكو بسطية ما جينزات وهذه هناك كانت قال هاي البسطية مالتي يقول اللي صار أنا هارب أنا هارب من الجيش فأقول شدت مزور هوية ما طالب يقول المشكلة تشبيرة مالتي كانت والخوفة تشبيرة مالتي اللي رايح للرواد تسجيلات الرواد هي كورنر يقول أنا الكورنر اللي واقف بي الكورنر اللي بصفي يعني بعد عني عشرين خطوة سيارة مالنضباطية هاي ثابتة كل خميس توقف قلت لها صح كل أهل المنصور واللي رحون للمنصور يعرفون بصف والإشارة بالضبط أكو سيارة مالنضباطية رانج روفر واقفة كل خميس فقال أنا كان عندي خوفة من عندهم من هذول الانضباطية يقول شنت أبيع مستمر هذا الحتي سنتين ثلاث سنين مستمر وأموري زينة وحياتي زينة وأهلي أحسن صارت حالتهم وبسبب هذا شغلي يقول إلي أنا جت ليلة اثناعش اثناعش الف وتسعمية وستة وتسعين يقول بهاي الليلة جيت آني حطيت البسطية يقول إحنا نجي من الظهر يعني تقريبا بالثنتين ثلاثة الظهر ننصب البسطية مالتنا والناس يجون ورا السبعة ورا ثمانية من تبدي تغرب تصير حركة كتل ناس يقول مني جيت الظهر نصبت البسطية ما تنتبهت سيارة انضباطية ماكو بهذا اليوم يقول ظليت لحد ما صار حادث مالعدي سيارة انضباطية ما اجدتي فقال لي هل هاي صدفة استاذ نزار قلت له والله أبد أنا طول عمري لأنني عشت بالمنصور ومكتبي بالمنصور حتى من انتقلت للسيدية بقى مكتبي بالمنصور يعني ما مرنا يوم من اليوم إذا مو سيارة انضباطية موجودة بهذا المكان فقال لي بهاي الليلة ما موجودة قلت له هاي شغلة كأنه مفتعلة لأنه انضباطية موجودين هس راح احتيكم شن الحدث لو انضباطية موجودين أنه ذول ما يقدرون يضربون عدي وينهزمون سيارة الانضباط ما موجودة هو واقف يمنبسطية يقول قبل ما ينضرب عدي أنا ما عرف عدي لين يقول من يجي يجي من يسار يعبر الرواد يدخل بالبسطية ما تنتبهت على سيارة مارسد السودة سيارة مارسد السودة يقول وقفت ضربة عبر الشارع من يم محلات نادي الكرخ الثانية اللي هي بيها محلات وسكن بيها اللي رايح للمنصور يعرفها تصير عبر الاشارة عن الرواد يقول وقفت عبرة الاشارة ووقفت مارسد السودة نزلوا اثنين منعدها لازمين بيديهم اثنين كلهم نص خمسات كل من نص خمس بيدي يقول من جو ركض انا ظليت واقف يعني الناس ليحشون يا بس عاني خفت يعني شفت ذولة بديهم اسلحة وجاين ركض على جهتنا فيقول ظليت اباو عليهم ركض وركض وركض وظليت اباو عليهم راحوا على سيارة عدي يقول رموا رموا ورجعوا يعني من الناس يقول طب بالقيصري يقول عاني بعيني شفت رجعوا للمارسدس يعني ما دخلوا بالقيصريات رجعوا للمارسدس وراحوا ها وراحوا بشون يقول رجعوا على الساعة يعني مو كملوا على معرف بغداد لا رجعوا ورجوا على الساعة فقيت له شنو وصفهم المهم وصف لي يعني الولد ويقول صورتهم لحد لان بعيني يقول من صار هذا الحدث يقول انا جروني لمخابرات يقول عذبوني تعذيب حتا ويبتي والله العظيم هو يتكلم ويبتي يقول ما خلوا علي شي ما سوا يقول ظليت ثمانة شهر الى ان اطلقوا صراحة وما عرف ليش ما يعرف ليش اطلقوا صراحة زين هنا انا نيجي السؤال المهم منو كان يملك مارسيد السودة سنة 96 كل العراقيين وانا الموجودين مارسيد السودة منو يملك بالعراق عدا صدام حسين وقرايبة ما احد عدا ما احد عند مارسيد السودة بالعراق عدا صدام حسين وقرايبة اثنين ينزلون من السيارة الوصف ما التل اللي وصفهم يشبهون الوصف ما الولد علي حسن المجيد اللي ما حد يعرف هم هس وين عايشين ميتين جد باقة وولد علي حسن المجيد دول الاثنين ما حد يعرف وين فالوصف شهادة هذا الانسان تثبت اولا عدم ظهور سيارة الانضباطية بهاي الليلة سيارة مارسيد السودة يضرب الاشارة ويوقف واكو مو مرور ثلاثة مرور ومن ضمنهم ضابة دراجة واقف يجي يضرب الاشارة ويوقف وينزلون الاثنين اتم لازمين نصة خمس ويعبرون من ذاك الشارع الى الرواد يروحون يضربون عدي ويرجعون فايذن هذول مو ناس عاديين لهم معارضة مثل ما قال اوهل ناصرية ولهم ولد شيخ عشيرة يجون بهي شي شي علني قدام الناس وبعدين على تكملة القصة نهزموا للاردن وبالاردن صفوهم لا هذول من الدولة منه وبيه فهذا الاثبات اساني كل العراقيين انتم الموجودين ويانا كل الموجودين هذه القصة تثبت انه صدام ضربة لا او لا نعم او لا كل الموجودين انتظر الجواب مالتكم يا شباب هاي الاحداث حلفت بالله هذا اللي نقل لي الولد الشاهد الوحيد على الموضوع اللي هو اقرب من عندي واقرب من ابو وسام واقرب من الكل الحدث هذا اللي نقل لي واتمنى يسمعها القصة ويخابر يأكد هذا الكلام اللي قلته جنة المأوى نعم اه ام اف ام نعم المهم هس الكل اتفقنا اه خلص انه هاي طويناها صفحة وانطوت انه اللي ضرب عدي ابو اللي نفذ ولد علي حسن المجيد على احتمال كبير يعني ما بس هو اللي هم مثل ابوهم المجرم زين انطوت هاي الصفحة بهاي القصة وبهاي الحقيقة وبهاي الشهادة في حال ظهر الولد حيدر مثل ما اذكر اسمه اذا ظهر اه اجيبه بلقاء كل العراقين يسمعون اه يسمعون الشهادة من عنده الاخ اكرام التميمي يقول لا مو شرط لان المارسدس كان بيت خربية وبقية ثلاث رياء يملكون المارسدس والله هتحداك اذا سودة انا اتقصدت من قلل السودة عدهم مارسدسات بس مو سودة خضرة ابيض بيج حتى الابيض قليل عدهم السودة لا السودة بس جماعة صدام اه استاذ نزار برأيك سالم الجميلي اللي نزل الكتاب الان ما عنده معلومة عن هذه الحادثة الحادثة فوق صلاحيات المخابرات الحادثة لو كانت بالمربع الامني اللي مسؤول عنها المخابرات كان سالم الجميلي وجماعته كلها طارت روسهم هم هم يقولوا لك انا ضابط المخابرات وياي هو كتب قال قال لو كان تقصير من المخابرات كان كلتنا يعدمنا صدام حسين ابن نضرب كلتنا يعدمنا اي يعني يعني الاخ حيدر ذكرني بشغلة لون الاسود كان ممنوع عن العراقين يا شباب روح وشوفوا الفيديو وات اللي موجودة بالثمانينات وبالتسعينات السيارات اللي بالشوارع ما تلقون لون اسود سيارة لون اسود ما تلقون فهي تكمل للذاكرة استاذ حيدر شكرا حيدر النقاش فاللي يريد يتداخل على هذا الموضوع خلي يخابرني يتفضل هسا تلقاهم يمك بأمريكا صح أمريكا كل القدارات لمته هي وكندا وأوروبا ما ذول جماعة صدام أرجاء شارك الفيديو لتعم الفائدة على الجميع وتكشف الحقائق التي دلسها حزب البعث لسنوات طوال انتظرونا في الحلقة القادمة